اه شايفة كمان ان في علاقات كان الانفصال فيها بسبب رفض الاهل بصو العلاقات اللي فيها فرق تاني دي على فكرة الطرف التاني بيحبك جدا وعايز يعمل عشانك حاجات كتير اه بالزبط ان هو كمان يعني احساسه ان هو كان عنده تجاره تبقى قبل كده يعني هو في علاقته بيك مش عايز يقرر حاجات كتير مرت في حياته يعني حاجات مرت في حياته هو ما حبهاش مش عايز يقررها معك هو عايز يبدأ معك من جديد انت كمان يا برج ستور شايفة كتير منك وعايزين علاقات جديدة يعني ورايحين بالفعل لعلاقات جديدة بس عايز اقولك ان في الفترة دي برج ستور احذر من التهور يعني كل قراراتك كل اختياراتك لازم تكون مدروسة ومحسوبة في الفترة دي كمان يا موليد برج ستور انت بتحس شوية بلغبطة في حياتك يعني اللغبطة دي او الارتباج ده انت بتحس به ان هو بيأثر عليك بيأثر عليك بالسلب يعني اللي هو حاسس انه موقفك يعني بيأثر عليك وعلى تقدمك سواء عمليا او عاطفيا بتحسي يعني انت انت كمان حاسس ان في جواك جرح هنشوف دلوقتي هنشوف دلوقتي واحنا ماشيين كده مع بعض واحدة واحدة الجرح ده سبب وايه بس انت رغم الجرح الكبير اللي جواك ده انت بتتظهر بالقوة يعني انت من قدام الناس اه مش مش مبين يعني مبين اه في موقف قوة في كمان حاجات انت بتحاول تكتشفها او عايز تعرف حقيقتها حاجات كده بتتنعكش فيها في الفترة دي بس ده يعني هيحصل ان شاء الله يعني هتحصل على اه عليها او اللي انت بتدور عليه ده في الفترة اللي جاية القريبة دي ان شاء الله برج ستور انت بتفدر تفكر في اللي فات كتير يعني شايفك بتفكر في اللي فات كتير جدا يعني بتحس ان ما فيش حاجة او علاقة بتكمل معاك خالص اه هنا لازم اقول لك وبقولها على طول ودايما وكل كل برج بشوف نفس التفكير ده ان اه انك لازم تنسى اللي فات يعني لازم تنسى اللي فات وتبصل قدام في علاقات معينة طبعا يعني دايما اللي بيسمعني ياخد باله يعني اني بقول لناس كتير فاحنا هنيجي واحدة واحدة مع بعض في كزا اه او الاراية اللي قدامي هقولها اه بكل الطرق الممكنة اللي الكارت عاوز يوصل هون فهنا في الحالات اللي زي دي اه انك تبصل قدامي يعني طبعا زي ما قلت اه لان انا قلت لك في الاول ان كل الحظ في طريقك فبلاش انت بطريق التفكيرك تعطله لان احنا لما بنبقى طريق تفكيرنا سلبية وافكارنا عن نفسنا سلبية او عن الحياة سلبية فاحنا بالشكل ده بنجلب لنفسنا السلبي فهنا انا بقول لك لأ انت اللي قدامك حلو جدا وبلاش تفكر في اللي فات خالص اه وما تبطل طريقة التفكير دي امورك كلها هتتحسن ان شاء الله وهتشوف حاجات كمين ما كنتش خد بالك منها يعني اه كأن احد على عنيه غشاوة كده وتشالت وده هيبقى على كل المستويات يعني مش عاطفيا بس آآ تعالوا بقى نشوف شوية كده بقى النواحي للاجابية يعني اللي انا شايفاها في القراءة آآ بالنسبة للمنفصلين البعض منكم تفير جوع للطرف التاني لان انا شايفة هنا ان الطرف التاني او الحبيب بيفتقدك جدا بيفكر فيك دايما يعني في حاجات كيف بتحصل بينكو كلامكو تفكيره يعني عبارة عن ان هو بيفكر في ذكريات يعني شايفا اللي هو تفكيره فيك مش مش بيلومك بالعكس تفكيره ايجابي وبيبعث لك آآ طاقات ايجابية آآ آآ برج ستور عموما انتو عندكم آآ امنية او على طول بتدعو في حاجة كبيرة نفسكو تتحقق او نفسكو تحصل آآ هي هتتحقق ان شاء الله وممكن كمان نقول ان هي بدأت يعني ان هي بدأت تتحقق في الفترة دي بس هتحسها بالتدريج آآ في امور سيئة على مستوى العلاقات العاطفية امور سيئة بتنتهي وفي فرحة جاية ان شاء الله آآ برج ستور في علاقتك مع الابراج المائية الابراج المائية اللي فيها انفصال آآ العلاقة كان فيها سوق تفاهم دايما يعني ما كانش فيه تقريب لوجهات النظر بينكم الطرف التاني هنا آآ حاسس برضو انه ازجلم بالعلاقة وانه قدم كتير وممكن ده يرجع زي ما قلنا لسوق التفاهم يعني هو فيه سوق تفاهم بينكم انتم اللي اتنين لان شايفة احساب ده عندك وعند الطرف التاني برضو يعني آآ ما كانش حد فيكو قادر انه يفهم التاني آآ رغم ان انتم اللي اتنين حوالتو آآ شايفة برضو في انتصار ليك يا برج ستور ان شاء الله وده برضو قريب آآ 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 يعني بالذات ان شايفة ان فيه كتير منكو عنده احساس بالظلم والغدر وده ممكن كان آآ توجود او ما علاقات ترابية زيك بس ان شاء الله نصرك قريب الظلم اللي انت حاسس بيه ده اللي عندك مش في العلاقات العاطفية بس آآ في بعضكو حاسس حاسس بيه من ناحية الاهل في منكو قرر يبعد يعني هما ممكن ما يكونوش اهل قوي آآ المهم ان هما ناس قريبة منكو بطمينك برضو يا برج ستور لان شايفة يعني برضو انك عندك حالة قلق كبيرة عند كتير منكم آآ بطمينكو انها هانت والامور هتتحسن للافضل ان شاء الله تحسن في امور كتير ومواضيع في طريقها للافضل ان شاء الله يعني انا عارفة ان الفترة اللي فاتت كانت صعبة ومملة يعني وجع لكم وقت آآ حسيتوا ان خلاص صبركم خلص بس زي ما قلت هانت وفرح كتير مستنيك ان شاء الله يعني حتى اللي مش عايز علاقات جديدة اللي مش عايز علاقات جديدة ربنا هيعوضوا بحاجات كتير قوي يعني انا شايفة فيه منكم مش عايز علاقات جديدة ولا قديمة يعني فيه منكم عاوز آآ آآ استكرار في حياته كده الحياة الخاصة فشايفة ان حتى في الحالة دي انت هتتعاوض بحاجات كتير اوي آآ بس مطلوب منك انك تعيد حساداتك يعني لازم برج السور يعيد حساداته وطريقة تفكيره في امور كتير عشان التغيير ده يحصل آآ شايفة هنا علاقة مع ابراج نارية آآ فيه في حياتك يا برج السور يعني فيه في حياتك حد حبيته قوي يعني حد يعني حب ما حستوش قبل كده حسيت ان ده اكتر حد بيفهمك يعني انا هنا شايفة قدامي فيه حالة حب انت مريت بيها آآ يعني كانت بالنسبالك اصدق حالة حب انت مريت بيها آآ الحالة دي انت فيه تواصل بينكم فيه تواصل بينكم كبير العلاقة دي انتهت فجأة فجأة ومن غير مقدمات انت نفسيتك تعبانة اللي بيمر بالحالة دي هو نفسيته تعبانة جدا عايز تعرف ايه اللي حصل طرف التاني برضو لسه بيحبك وبيتفكر فيك بس انا شايفة مش عايز يتكلم على اقل في الفترة الحالية بس تقريبا العلاقة دي دخل فيها طرف تالت دخل فيها طرف تالت خربها يعني وممكن الطرف التالت ده يكون آآ آآ عبارة عن نقل كلام ممكن يكون حسد ممكن يكون حسد حصل للعلاقة نفسها يعني في حاجة حصلت وبطريقة مش آآ الطريقة اللي حصلت بيها الحاجة عشان العلاقة دي تقف هي طريقة غير مباشرة يعني ما جاتش ما جاتش كده طريقة مش مفهومة بس الله قدر اقوله ان انا شايفة ان الطرف التاني في الحالة دي هو مش نسيت يعني بيفكر فيك بيحبك آآ زي ما قلت هي تقريبا العلاقة دي كانت مع برج ميل طبعا قلنا مش لازم الابراض قوي آآ هنروح هنا للعلاقات اللي تم فيها انفصال او بيتم فيها انفصال لان انا شايفة علاقات تم فيها انفصال وفيه علاقات حاليا فيها فيها انفصال آآ بعضها مع ابراج ترابية آآ في في الحالات دي تم اكتشاف خيانة فيها انت بعت آآ في حالات انت فيها بعت وانت تعبين جدا طرف التاني برضو مش مرتاح مش مرتاح وحاسس ان هو اذاك آآ فيه برضو انفصال كمان مع ابراج هواية آآ فيه شايفة اختلاف وجهات نظر وفيه مشدات كلامية يعني انا شايفة ممكن فيه تطاول بكلام يعني محدش فيه وتنازل او حاول يفهم التاني عايز ايه او بيقول ايه اصلا يعني انا شايفة خبط في بعض كده فيه عند كتير بس شايفة ان فيه علاقات هنا كتير فيها رجوع وشايفة ان فيه علاقات يا برج الثور انت اللي بعت علاقات تماعت فيها لكلام الناس مش لقلبك وعقلك في علاقات انت سمعت فيها لكلام الناس واخترت تحدي بيحبك وانت دلوقتي حاسس بده ايه بس احساسك ده وكأنه انه بعد فوات الاوامس يعني مش آآ يعني ممكن تكون انت ارتبطت بحد تاني او هو ارتبط بحد تاني انا بتكلم هنا عن العلاقات اللي بالشكل ده اللي حصل فيها ان برج الثور هو اللي تخلى آآ شايفة شايفة القراءة حلوة آآ فيها جانب كبير ايجابي شايفة فيه رجوع بنسبة كبيرة لو تكلمنا عن مجمل القراءة فيه رجوع بنسبة كبيرة بالذات مع الابراج النارية والهوائية الرجوع بسبب ان الطرف التاني لسه بيحبك يعني انا شايفة فيه حب من الطرف التاني بيفكر فيه ومش مرتاح وهو مش معك. آآ كمان في حاجات آآ الطرف التاني اعمال يعملها بيغير بها حياته. يعني ممكن يكون شغال على نفسه لو حاسس انه غلطان في حاجة او كان بيتعامل معك بشكل مش كويس او ايا كان السبب هو يعني المهم هو عمال بيصلح في حاجات في نفسه يعني هو مش عايز يرجع لك كده. يعني انا شايفة الطرف التاني هو ده حاله دلوقتي تفكير فيك آآ مش مش نافيك وانه بيحاول يشتغل على نفسه في للاحسن. شايفة ان فيه علاقات انت اللي نهيتها او مش عايز تكمل فيها وده هنا السبب آآ ممكن طرف تالت او معاملة سيئة من الشريك آآ في الحالة دي عايز اقولك انك لازم تشغل دماغك عشان ترجع حبيبك. يعني فيه حالات لو حصل فيها ان حسيت ان الشريك يعني فيه حد تاني او بيميل لان انا شايفة هنا في حالات معينة آآ ان فيه الشريك فيها مش خاين هو عنده تشتيت ومتلغبط. فحاول تزبط الامور بالحكمة والصبر لانهم مطلوبين جدا منك في الحالة الغير مرتبطين فيه ارتباط وفي الغالب هيكون عن طريق حد يعني هتتعرفوا عن طريق ناس مشتركة وتعرفوهم او في سفر وفيه نسبة هيكون الارتباط من جنسيات مختلفة. آآ الكراءة كويسة الكراءة العاطسية كويسة آآ اتمنى لكم السعادة والتوفيق والنجاح وكل امور حياتكم يا رب. آآ هستنى منكم التعليقات. اعرف ايه رأيكم في الكراءة. آآ وما تنسوش اللايك والشير لو عجبتكم. آآ شكرا مواليد برج السور للمشاهدة.